موسيقى اهلا وسهلا بكم اصدقائي متابعين قناة فيدا فرش وترفيش اليوم رح نعمل حوض نباتي ونجهزه مع الخطوات ورح نحكي بكل تفصيلي رح نشتغلها حوض امازوني خالص رح يكون مثل البيئة مناسبة لتفقيس بيود البسيماني رينبو ومنهم نعمل كيف عملية تكبير هاي الفراخ وتجهيزه ووضعه برنامج تسمين بحيث انك تحصل على اكبر حجم بنطاق زمني قليل دعونا نشوف التفاصيل ونبلش طبعا هاد الحوض رح اعرض لكم مراحله ومو كله لانه صراحة كان الوقت دايق لحتى صوره بالتفاصيل وكان حوض دخل فبده كتير شغل فراح صور لكم التفاصيل انا عم جدد ميته وعمدخل النباتة عليه وكيف ضفنا البكتيريا والاسمي دي خلال يومين وكيف كانت النتيجة اني هذا الحوض عمره ثلاثة ايام تماما اللقطات اللي رح تشوفوه هلا موسيقى 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 مثل ما شفتوا أصدقائي وقت تشتغل خطوات صح رح تاخد هاي النتيجة الشغلات المهمة اللي أنا عملتها أول شي غير النبات طبعا إلا هو أسهل تفصيل ممكن يكون بهذا الحوط عندك موضوع الفازيلت أو الرملة الأسود اللي بالأرضية أنا بحط عيار 00 بحيث أنه ما يكون زيرو ولا يكون أكبر من هيك بدرجة مثلا 10 ميلي أو 5 ميلي أو 3 الآن نحكي 00 يعني تقريبا أنعم نمرة ممكن تحطي أنت بالأرضية لحتى تعطي أريحية لشروش النباتات أن تمشي وتتكاثر وتتوسع وتبحث عن مصادر غزاءة هاي الشغلة الأولى الكثير مهمة الشغلة الثانية اللي هي هاي الحالة هاي الحالة هي حكاية أنت مغصر طعم الحوض نبات ما يكون فيه مثل تيار مي سطحي يكسر لك توطر السطح مثل ما أنت ملاحظ هاي الخطة اللي بتكون على وش المي هي أساس الأحواض النباتية ليش؟ لأنها بتساعد على تحرر نترات من المي وتساعد على أنه ما تشكل طبقة من الزيوت في حال ما كان عندك سكيمر سحب زيوت عزاوية الحوض لحتى تخلص من طبقة الزيوت اللي بتنتج عن عملية تمثيل غزائي للنباتات فهي الطبقة هي أساس لوجود الطحالب مثل الحوض اللي رح أعرض لكم يا هلا تحررنا جيني تحرر ولكم يا هلا تحرر رحودي نرجع من جديد لهون أصدقائي مثل ما شفتوا التحالب كيف تأكل الحوض طبعا النبات صحته ممتازه هذا الشيء ما بيأسر كثير عن النبات ولكن هو المنظر كثير مدمر يعني انت بكون خسرت حوض وحطيت التكاليف اخر شي بيطال لك تبقى خضراء على البلور انت مضطرت نظفك اليوم وقدما كان في منتجات انا بعتبرها بنسبة 70% جيدة انها تقتل خلايا الخضراء الموجودة بالماء او تمنع نموها ولكن هذا الشيء سيكون تشكل عندك ثاني يوم او ثالث يوم او بعد اسبوع لانه انت محللت المشكلة الاساسية فالافضل انه مثل ما اتفقنا انه نعمل توتر سطحي هايك وهذا مانو كافي كمان يعني انت مفيك تعتمد عليه بس لانه نحن بننحاكي الانهار الانهار متل بتعرفوا فيها دائما تموجات تكون على جوانبها تحفظ بالصخر والرمل الموجود على جوانب الانهار فهذا الشيء كلها تبعمل عملية تحرير مرعبة لأي نواتج تكون ضمنها البيئة نحن نحن نحكي عن نباتين او ثلاثة بالنهار نحن نحن نحكي من اطنان النباتات اللي بتسكن الانهار فالمقارنة اكيد ستكون صحيحة فانت هاي التفاصيل بس تتلافها بيكون حوضك النباتي ممتاز هلا خلونا نشوف انواع النباتات الامازونية او فاسيط الاكندورس اللي انا زارعها بهذا الحوض عندك البالافويلوس هاي من الامازونيات اللي بتكبر تتميز باوراق قريبة للون الاصفر وبعض البلدان الاسهوية يسموها السنسيت هاي البالافويلوس السنسيت اكندورس من نوع ثاني عندك شئ اسمه الشلويتري او الاشيريانوس الشلويتري هاي الفرق هو الاحمرار اذا فيه CO2 الاشيريانوس كانت اطراف حمرة على الورغة في حال كان فيه CO2 ولكن هنه كابعاد ورغة او كتفاصيل هنه نفس الشي تقريبا ما فيه اي اختلاف بسنا اللون هاي خلصنا من الامازونيات طبعا هون عندي فرق من الازيلوتريد والشوكليت ماربيل هاي انواع ناطرة لحتى تكبر كمان رح نصور ليوميات وحلقات ونتابع امورها بعد ما نسمدها باسمدة ايزي لايف ستكات صغيرة ونحط تحت الجزر هون فيه عنا الالترنانتيرا وعنه هون روتالا روتوندوفوليا انا محاول تذكر اسمها سيدا روتالا روتوندوفوليا هون عنا الانوبياس البرودليف وعندك البارتري وعندك الجايانت بس هاي اوراقها الكبيرة راحت ضلت اوراق صغيرة ومتعطين هموات جديدة طبعا الانوبياس ما بصير تغطسها هاي كبير رمل بس انها تاركة بس لحتى تاخد شوية من الغذائي وعندك الانوبياس جالابينو وعندك الانوبياس جالابينو وعندك النانا هاي الجالابينو تأتي ورقة تناعمة كثير وهذه اذا ما خبزني اسمها اكندوراس رد والد غراس هاي بتطلع ورقة تناعمة وتطلع اوراق حمرة وخضرة وصفرة ثلاثة الوان تختلف كمان عن اكندوراس تريكلر هلا ما رح نطلع كثير برا الموضوع هذا الحوض اللي عرضت لكم تفاصيل بسيطة منه رح نتابعه دائما وهلا رح ننتقل لحوضنا لحتى نعمل حوض امازوني صغير وهلا بنجي لهذا الحوض الصغير اللي هو نفس ابعاد الحوض اللي نزلت فيديو له من كميوم كان حوض نانوم رمل ابيض كمان كان كثير حلو بس انا بدي حاول اكتر انا بدي حاول اكتر انا بدي حاول اراجيكم التصاميم كله في احواض نفس الحجم لسهولة التصوير لسهولة الشغل هلا هذا الحوض رح نستخدم كمان ركيزة البازلتية السودا بالاضافة رح نستخدم ركيزة طينية تكون بالارضية بهالمكان مربع لحتى تعطي الجزور غذاء مباشر بأول فترة لحياة الاكندوراس رح نستخدم هاي الفلترة مثل اللي استخدمناها بالحوض اللي عملنا حكينا عنه النانو بنعمله كمان تيار سطحي لحتى نحافز على مستوى صحة النبات ونحصل على افضل نتيجة دعونا نبدأ هات سماة فيداريوم سماة طينية تحت الارضيات لحتى يعطي النبات الغذاء المناسب بدونه بغض النظر سواء فيداريوم ولا بدك تتحدث عن اي شركة عالمية بدون هاي الأسمة ما رح تقدر تأخذ النتيجة اللي بدك بأحواضك النباتية هلا رح نستخدم استيكات ايزي لايت هولندية اللي هي استيكات تغذية فنحط عند الجزور اللي احنا رح نجهزها بالأرضية بحيث كيف ما كبرت الجزور اللي ندرس لانه هو الحوض صغير فكيف ما كبرت رح توصل لهي استيك بحيث كيف ما كبرت رح نختصره بقسمين حتى ما يكون فيه كسافة يعني بالنسبة لأربعة منتازين دعونا نضعهم تضعهم بالأماكن اللي انت بتعرف انك رح تزرع فيها نصدر محطة ندرس تكون قدمت الغذاء بالشكل الصح و بالمكان الصح هلأ منضيف البازين راح نضيف إضافة حلوة اللي هي حجار السيريو للحجار المميزة تعتبر من مشتقات لون أسود و خصوصي بالعروف البيضة الموجودة فيها و هلأ منروح لمرحلة ترطيب خلونا نبلج زراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و هاي الفلتر صار جاهز ضفنا له مضخة 260 لتر بالساعة بالإضافة لسفنج و ميديا جواد ترجمة نانسي قنقر و هذا هو التوتر السطحي اللي حكينا عنه و اللي لازمنا بهيك أحوال سواء كانت صغيرة أو كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثلاثة ميلي كافية لهذا الحوض زائد الزائد 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 نقطتين كافية ترجمة نانسي قنقر و هكذا أصدقائي منكم خلصنا حوض نانو مستقبل لأمازوني ممكن عالم تقللي انه منظر مكتير لأ النانو هذا بيحتاج لشهر لشهر ونصد حتى تاخذ الكسافة النباتية و يطلع النبات فوق الحوض و يصير تحفي الحوض هلا تقريبا ثلاثين سنتي رح يكون ان شاء الله حسب ما أنا حط حسابات يكون النبات الأمازوني فوق الحوض حوض بعشرين لثلاثين سنتي نترك الحوض يريح لبكرة و نعطيكم النتيجة